بس مش هينفع اليوم الحقيقة ولا الحلقة تعدي من غير ما نترحم على فقيد الصحافة العربية وواحد من أبرز وأهم قاماتها الكتب الصحف الكبير سيد صلاح منتصر الله يرحمه الله يرحمه يعني عمر تقريبا 86 سنة وبعد صراع حقيقي مع المرض رحمة الله على هذا الفقيد الغالي واحد من رموز مؤسسين الأهرام واحد من أبرز وأكبر كتبها واحد ليه بصمات وضحة في تاريخ هذه المؤسسة وفي الصحافة المصرية بل والصحافة العربية أنا ما بحبش الدخول فيه أدباجات يعني طبعا بخلاف حيازي الأستاذ صلاح رحمة الله عليه باعتبره دمياطي يعني من بلد أمي لكن أنا دايما أعد أفكر الأجيال وأدعوهم بالمناسبة لقراءة الأعمدة اللي كان بيكتبها كبار الكتاب زي الأستاذ صلاح منتصر كان عنده عمود يومي رائع جدا بعنوان مجرد رأي وهنا خد بالك بالمناسبة من عنوان العمود بتاعه مجرد رأي يعني لا يوجد فرض لوجهات نظر ولا يوجد تعالي ولا توجد فوقية على الإطلاق وتاني ده صلاح منتصر وهو من هو الله يرحمه أستاذ صلاح كان من الناس اللي اشتغلت مع الأستاذ هيكل طبعا الصحفي الكبير اللامع في الأهرام وتقدر تقول جنبا إلى جنب يعني الناس اللي أسست الأهرام في ثوبه الجديد لو صح التعبير مجرد رأي ده كان عمود جميل جدا وكان الأستاذ صلاح يعني فضل يكتبوا لسنوات طويلة عشان كده تلاقييني يقولك أنا عايز أشجع الأجيال الجديدة إنها ترجع بذكرتها الورى وترجع لأرشيف الصحافة المصرية بالتحديد ويشوفوا الكتاب كانوا بيكتبوا إزاي وأنا أتمنى أنه شباب الصحافة المصرية يلتفتوا لهذه الكتابات مش بس كده وأتمنى أنه شباب الصحافة المصرية يلتفتوا للتحقيقات الصحفية اللي كانت بتتعامل زمان الطريقة كانت حاجة عظيمة جدا اللي مالوش كبير بيشتريه كبير وجيل الأساذة والجيل الزهبي ده مش عايز أقول استحالة يتكرر بس أنا مظنش كانوا مختلفين تماما بثقافة موسوعية الحقيقة يعني وبقدرة على الجلوس لفترات طويلة متحاورين متناقشين مستمعين بمنتهى الإنصاط والإحترام وعدم التكبر والتواضع وإعطاء المساحة لحد ممكن يكون صغر منه باربعين وبخمسين سنة وتلاقي الكتاب دول بيسمعوا ويتناقشوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة